لو كان هناك إله، تيكون هناك شر أقل في الأرض، وأعتقد أن الشر الموجود هنا إما لأن الله أراده أو أنه عاجز عن منعه، الآن أجد نفسي غير قادر على الخوف من إله إما حاقد أو ضعيف، وأتحداه دون خوف أو رهبة من لعناته أو سواعقه بالكلمات القوية دي تريز بتفسر المصائب اللي قادتها لمصرها المأساوي في طريقها للموت في نسج خيالي بيدور قبيل الصورة الفرنسية في رواية جوستين مصائب الفضيلة جوستين أو the misfortunes of virtue اللي نشرها الرواقي والفيلسوف الفرنسي البوهيمي المثير للجدل ماركيس دوساد سنة 1791 اللي اتسمت كتاباته بالتحرر من القوانين والأخلاق والأعراف اللي قدت لإحتجازه في السجون لفترة طويلة قاربة الـ 32 عام على فترات متقطعة أتم فيها معظم كتاباته الروائية والفلسفية ومن اسمه أشتق مصطلح السادية سيدازم اللي أصبح مراضف لفكرة السعي وراء اللزة عن طريق إقاع العذاب على الآخرين الحالة القهرية اللي انطبقت على عديد من شخصياته الخيالية لكن كلمات دوساد الملعون في ثقافات عديدة وموسوم بعدم الفضيلة المنحرف المجنون حملت تلخيص مر لإشكالية الشر الأمر اللي أدى باللاهوتيين من مختلف الديانات والمعتقدات الأرضية لإفراد فرع لاهوتي معرفي كامل لتفسير وتبرير وجود الشر في الكون عرف بالثيادسي أو تبرير العدالة الإلهية وتنوعت الأفكار والنظريات اللاهوتية في محاولة تفسير الوجود الغير مبرر في كتير من الأحيان للشر ودائما محاول التأكيد أن في كل حالة للشر والمعاناة يوجد تفسير إلهي سواء كان عقاب، اختبار، حكمة، إرشاد، نتاج لأفعالنا، حرية إرادتنا، أعمق وأبعد من إدراكنا، نقصان للخير من الوجود أو نحن نسأل والله لا يسأل عما يفعل أيا كانت صورته التبرير أصبح صورة قائمة في عقول اللاهوتيين والمؤمنين مش كمحاولة للدفاع عن وجود الشر أو إظهار أن وجود الشر لا يتعارض مع وجود الله لكن كوسيلة لإضاحة أن الكائن العاقل من الممكن أن يدرك وجود الله ووجود الشر معا ويبرر لماذا يسمح الله بحدوث الشر وطرح إطار فكري جدلي من الممكن من خلاله محاولة فهم وجود الشر في العالم بصورة إيمانية روحية خالصة في غالب الوقت لكن لكن أيا كان الاعتقاد الثيادسي للمؤمن يبدو أن إشكالية الشر والمعاناة ما زالت معضلة مؤرقة للعقل البشري خصوصا المؤمن منه